كان هناك في قرية صغيرة في مصر، طفل يدعى أحمد، الذي كان يحلم بالحصول على تعليم جيد وأفضل فرصة لمستقبله. ومع ذلك، كانت مشاكل التعليم في مصر تعترض طريقه. أحمد كان من عائلة فقيرة، ولم يكن لديهم القدرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص. لذلك، كان يضطر للالتحاق بمدرسة حكومية محلية، التي كانت تعاني من نقص الموارد والمعلمين غير المؤهلين. في يوم من الأيام، قرر أحمد القيام بشيء لتحسين مستقبله ومستقبل زملائه في المدرسة. قرر أن ينظم حملة لجمع التبرعات لتحسين البنية التحتية للمدرسة وتوفير المواد التعليمية اللازمة. بدأ أحمد بمشاركة رؤيته مع أصدقائه وأسرته، وسرعان ما تفاعل الجميع مع فكراته بشكل إيجابي. قرروا العمل كفريق واحد لجمع التبرعات والمساهمة في تنفيذ المشروع. أحمد وفريقه بدأوا بالتواصل مع المجتمع المحلي وشركات الخير والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات. كانت ردود الفعل مذهلة، حيث قدم الناس بكل سخاء لدعم هذا العمل النبيلي. بعد أشهر من الجهود المتواصلة، تمكن أحمد وفريقه من جمع مبلغ كبير من التبرعات. قرروا استخدام هذا المال لتحسين المدرسة وتوفير موارد تعليمية جديدة. بدأوا بتجديد المباني المتهالكة وإصلاح الأثاث المكسوري. أيضا، قاموا بشراء كمية كبيرة من الكتب والأدوات المدرسية الجديدة للطلاب والمعلمين. عندما رأى الطلاب التحسينات التي تم إجراؤها في المدرسة، شعروا بالفرح والحماس. أصبحت المدرسة مكاناً مشرقاً وملئة بالأمل والتحفيزي. بدأت نتائج الجهود المبذولة تظهر بوضوح في أداء الطلاب. بدأوا يحققون نتائج ممتازة في الامتحانات وأصبحوا أكثر ثقة في قدراتهم. تحولت هذه القصة إلى مثال يحتذا به في القرية وأصبحت مصدر إلهام للعديد من الأطفال الآخرين. بدأوا يشعرون بالأمل في أنه بوسعهم تحقيق أحلامهم عن طريق التعليم، بغض النظر عن الصعوبات التي تواجههم. وهكذا، تمكن أحمد وفريقه من تغيير حياة العديد من الأطفال من خلال تحسين التعليم في مصر. أصبحت هذه القصة تذكيراً للجميع بأهمية العمل الجماعي والتضحية من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. اشتركوا في القناة